ينتشر فيروس كورونا الجديد بسرعة في الولايات الجنوبية والغربية في الولايات المتعدة حيث تم البلاغ عن أكبر عدد من الحالات المؤكدة في ولايتي فوريدا ونبادا أما في ولاية أريزونا فقد تم تسجيل رقم قياسين لعالة حسيلة في يوم واحد وذلك الثلاثة بالوسب الماضي حتى الآن أبلغت 31 ولاية أملكية على أقل على انتعان شتفاشي الفيروس وعلقت 11 ولاية أو أرجاء تخطط إعادة التشغيل ومع انتعاش تفاشي في الولايات المتحدة بدأت العديل من الولايات تنفيذ تدابير وقائية جديدة حيث أغلقت فوريدا وتكساس الحنات وفرضت قيودان على المطاعم وعلنت مدينة ميامي وهي منتجة في فوريدا عن إغلاق جميل الشواطه في الرابع من يوليو القادم أما غالية بارك هي مدينة صغيرة في دواحي يوستن تكساس فقد فرضت حظرا على التجوال بدأ من مساء أمس السبت ترجمة نانسي قنقر